يعني فيه احد الاطباء فيه الاصر العين مستشفى اصر العين والراجل كان كتب على صفحته وقال انه مفيش كمامات ومفيش اهتمام ومش عارف ايه وبتاله لكن خلينا نشوف هو كتب ايه وقال ايه لانه هنا برضو مبادرة عظيمة جدا قالك من كام يوم دكتور فريد جمال قال من كام يوم كده نزلت بصت انه مفيش كمامات للدكاترة في الاصر العين واننا بنمضي على الكمامة اللي بنستلمها ومش لقينهم في الوقت اللي مصر بتبعت الكمامات لإيطاليا بالمالين الراجل قال كده قال جالي مسجيات كتير لناس بتشتمني وشايفة اني بتلكك واني اخوان واني اكيد مدفوع لي عشان ابوص صورة المستشفى وجالي مسجيات تانية بتشجعني اكمل شتيمة في مصر والتريع عليها واني معايا حق وبرفع علي وهنا دول يا جماعة المصر محشورة ما بين الفاصلين دول ناس بتقول اي حد يتكلم حاجة او ينتقد حاجة يقولوله انت كذا وانت كذا او ناس يقولوله اشتم كمان الراجل بيقوله ايه بقى دكتور فريد بقول بس في وسط ده دي المبادرة هنا اللي انا بتكلم عليه جالي مسجي من حد ما عرفوش مش همه خالص في البوست غير انه يحل المشكلة هو ده بقى النوع التالت اللي احنا عايزينه اللي هو مش قاعد يتكلمه خلاص عايزين النوع اللي بيحل المشكلة انه يحل المشكلة دي وقال لي انا ممكن اعملكوا كمامات كويسة جدا ومن غير ولا مليه ده جزء بسيط من تعبكم معانا الوقت ده وبصراحة كنت فاكره بيقول كلام حلو وبيشجعني يعني عادي ضمن الكلام الكتير اللي بيتقاه بس لقيته مبارح فعلا بقت مندوب من شركته لحد الاصر العيني بكمية كمامات نظيفة جدا وشيك جدا مبعوتة بالاسم اللي ده كتر ومش بس كده انا كنت متعقم فمعرفتش ارد عليه فضل المندوب مستني لحد ما خلصت وسلمهم لي بدون ولا مليه والشخص ده هو فلان الفلان طيب هنا هنا بقى ده ده اللي احنا محتاجينه انه يبقى فيه حد بيتقدم ليه حل المشكلة لكن مش قاد يتكلمه خلاص ولذلك تقدم الاستاذ محمود ياسر اللي هو بعت هذه الكمامات ليه اصر العيني بايجابية شديدة وقال يا جماعة احنا ندخل نحل المشكلة لان احنا عايزين نحل المشكلة مش مشكلة مين السبب فيها الوقتي او مين متسبب فيها خلينا نسمع من الاستاذ محمود ياسر ده وصورته معانا هي استاذ محمود اهلا بيك فندم استاذ محمود اهلا بيك فندم انا بشكرك جدا على هذه المبادرة الطيبة وهذه الايجابية والفاعلية الحقيقة لا عاففة فندم ربنا يا كيمة اه انت اقول لي بقى الموضوع حصل ازاي والله هو الموضوع كان حصل اه احنا عندنا برند ملابس اه مصريف اه كان فيه حد معانا اقترح يعني ان احنا نعمل كمامات اه اه نوزع يعني مع الطلبات اللي بتجينا او كده اه اه يعني كانت فكرة كويسة بس ما يعني عرفنا ان احنا الحاجات دي مش هكون ان هي طبية او كده لان هي وماشي لان احنا بتجينا عملية بيسة اه عجبتنا الفكرة بالفعل نفذنا شوية اه عملنا شوية ماسكات مش كمامات يعني هي مش كمامات هي ماسكات واوزعناها على حراس العطارات واوزعناها على المطاعم اه لقريبين منكو يعني تمام ونفس الوقت شفت الدكتور فريد كان منزل بوست عنده ان مستشفى القصر العيني فيها عجز في الكمامات خالص فقلت له انا عندي والله كزا 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 قال لي طيب انا هسأل فريق اه هسأل قسم مكافحة العدوى عندنا في المستشفى لو ينفع يا ريت بعتنا لان مفيش ماسكات خالص وكل دكتور بيكون لي ماسك واحد بس في اليوم انه بطيار 24 ساعات فقلت له طيب خلاص تمام وتاني يوم اه كلمت وقلت له ايه لأخبار يا دكتور قال لي ان هو سأل قسم مكافحة العدوى وشافوا الماسك يعني وافقوا عليه وقال لي انا بس اتكسفت اكلمك يعني فقلت له لا خالص مفيش اي حاجة وبعتهم له مبارح اول مبارح وهو تواصل معايا ونزل البوست ده يعني انا كنت مرضو تفاجأت بي انا بشكرك جدا يا سوز محمود الحقيقة وحضرتك سوز محمود ياسر وهو نموذج زي ما بنقول ايه انه بيدخل في هذا التوقيت عشان نحل المشكل احنا عارفين يا جماعني فيه عندنا مشاكل كتير وفيه عندنا وجوه قصور كتير وفيه عندنا ازمات كتير جدا محاجة يقدر ينكر لكن هذا الظرف يستدعي ان هؤلاء الذين يحترفون الكلام المجاني طول الوقت يسكتوا يعني اللي هو قاعد زي ما هو الدكتور فريد كده قال لانه ده احنا هنا ليه جايبين ده ده نموذج حالة حالة موجودة في المجتم هو تكلم على مشكلة ناس دخل وقالك اديهم ادي اشتم البلد وقول 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 وناس تانية قالوا لا لا انت اخوان وانت بتخرب وانت بتعمل لا اللي بيلاقي مشكلة بيقول عليها بس بندخل عشان نحل هذه المشكلة ببساطة شديدة جدا